عناصر البزيج التسويقي فيما يلي توضيح للمقصود بكل من هذه العناصر وهي المنتج والترويج والتسعير والتوزيع أولا المنتج يعد المنتج أول عناصر المزيج التسويقي ويمكن تعريفه بأنه كل ما يمكن بيعه وهكذا فإن مفهوم المنتج يشمل جانبين مهمين هما السلع وهي المنتجات الملموسة التي لها خصائص مادية محددة والخدمات وهي المنتجات غير الملموسة والتي تحقق منفعة مباشرة للمستهلك ويمكن تقسيم السلع والخدمات إلى مجموعتين أساسيتين هما السلع الاستهلاكية والسلع الصناعية ويقصد بالسلع الاستهلاكية التي يشتريها المستهلك النهائي بغرض استخدامها في حين أن السلع الصناعية هي تلك السلع التي يشتريها المشتري الصناعي بغرض استخدامها في إنتاج سلع أو خدمات أخرى للمساعدة في عملية الإنتاج مثل المولدات الكهربائية والأخشاب وأجهزة القطع والمصاعد خطوات تقديم المنتجات الجديدة يتوجب على المنشآت التعامل مع المتغيرات التقنية الحديثة التي أثرت بدورها على حاجات ورغبات المستهلكين مما يجعل عملية إرضاء المستهلك عملية معقدة تعتمد كثيرا على المتابعة والتطوير والتحسين الدائم للسلع والخدمات وهناك عدة خطوات تقديم المنتجات الجديدة نجملها فيما يأتي واحد جمع الأفكار اثنين غربلة الأفكار ثلاثة تقويم الأفكار والاختيار من بينها أربعة اختبار السوق وخامسة طرح المنتج في السوق باء السعر يعد التسعير من أصعب القرارات التسويقية التي تتخذها المنشآ نظرا لارتباطها الوثيق بكينونة المنتج ومكانته وهو من أول ما يقيمه المستهلك ويستند إليه في قرار الشراء فكم من منتج فشل في السوق بسبب السياسة الخاطئة للتسعير ولذلك تولي المنشآت الناضجة أهمية كبرى لسياسة التسعير وكيفية وضعها أهداف التسعير إن أهداف التسعير تتحدد في الرؤية العامة للمزيج التسويقي لا في معزل عنها كما يجب أن تتوافق هذه الأهداف مع أهداف المنشآة ككل وأيا كانت أهداف التسعير فهناك عدة عوامل مهمة يجب أن المنشآة مراعاة عند وضع السياسات التسعير أهمها ما يلي واحد متغيرات المزيج التسويقي أي أن يتم التوازن بين السعر والجودة ومنافذ التوزيع وكذلك حجم أنشطة الترويج المصاحبة اثنين طبيعة المنافسة في السوق فيختلف التسعير في الأسواق الاحتكارية عنه في الأسواق ذات المنافسة الكاملة ثالثا توقعات المشترين بمعنى أن يتم مراعاة حساسية المستهلك تجاه السعر المطروح ومدى مناسبة للمنتج أربعة توقعات الوسطاء والموزعين إذ يتعين أن يتم مراعاة ما يتوقعه الوسطاء والموزعين من عمولات مقابل المساهمة في تصريف المنتج خامسا التكاليف الإنتاجية فالتكاليف الإنتاجية ينظر إليها وفق هدف المنشأ الساعي إلى تحقيق الربح مما يستدعي تسعيرا يغطي تلك التكاليف في الأجل القصير أو الطويل سادسا القوانين والتنظيمات يجب أن تراعي المنشأة التنظيمات الحكومية فيما يختص بتسعير بعض المنتجات التي تضع الدولة لها سقفا أعلى في بعض الأحيان جيم المكان أو التوزيع التوزيع هو المهمة التي من خلالها يتم نقل السلع والخدمات من مصادر إنتاجها إلى المستهلك الأخير وعن طريقه يتم خلق المنافع الزمنية والمكانية ومنفعة الحيازة وتعد قرارات اختيار منافذ التوزيع من القرارات ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة للمنشأة إذ أن الخطأ في اختيار منفذ التوزيع المناسب للمنتج قد يؤدي إلى الفشل الذريع ويمكن تقسيم منافذ التوزيع إلى عدة أقسام استنادا على عدد الوسطاء في توصيل السلعة إلى المستهلك النهائي كما يظهر في الشكل التالي منتج ومشتري نهائي هي أقصر القنوات والمنافذ إذ يقوم المنتج نفسه ببيع سلعته للمشتري الأخير وقد يستخدم المنتج أو المنتج يتحقيق ذلك رجال البيع الذين يقومون بزيارة المشترين في أماكن عملهم وقد برز في هذه القناة استخدام التسويق المباشر وأساليبه المختلفة ويشيع استخدامه في السلع الخاصة أو الخدمات اثنين منتج وكيل بيع أو التجار تجزئة ثم مشتري نهائي ويتصف هذا المنفذ بوجود وسيط واحد بين المنتج والمستهلك ففي حالة السلع والخدمات الاستهلاكية يكون تاجر التجزئة هو ذلك الوسيط وفي حالة السلع الصناعية يكون الوكيل أو السمسار ومن أمثلته بيع السيارات والآلات الصناعية والزراعية ثالثا منتج ثم تاجر جملة ثم تاجر تجزئة ثم مشتري نهائي وفي هذا المنفذ يكون هناك وسيطان بين المنتج والمشتري النهائي هو يستخدم عادة في حالة السلع الاستهلاكية كالدواج المثلجة والهدايا والألعاب وألعاب الأطفال رابعا منتج ثم وكيل بيع ثم تاجر جملة ثم تاجر تجزئة ثم مشتري نهائي في هذا المنفذ يكون هناك ثلاثة وسطاء بين المنتج والمشتري النهائي وهو يستخدم في حالة السلع الاستهلاكية الميسرة مثل الحلويات والمثلجات دال الترويج الترويج هو عملية الاتصال بالجمهور بهدف التأثير على سلوكهم ويتضمن الترويج خمسة عناصر تسمى بالمزيج الترويجي وهي الاعلان والبيع الشخصي والدعاية والنشر وتنشيط المبيعات والتسويق المباشر كما يتضح من الشكل ثلاثة الى اثنين نتناولها بشيء من التفصيل اولا الاعلان يعد الاعلان العنصر الرئيس من جملة عناصر الترويج ويمكن تعريفه بانه وسيلة غير شخصية لتقديم السلع والخدمات والافكار بواسطة جهة معلومة مقابل اجر معين ويهدف الاعلان الى توصيل المعلومات الى عداد كبيرة من الجمهور في نفس الوقت وذلك باستخدام عدة وسائل اعلام مثل الصحف والمجلات والتلفاز والاذاعة والبريد المباشر والقنوات الفضائية والانترنت ولوحات العرض في الطرق والشوارع ثانيا البيع الشخصي يقصد بالبيع الشخصي الاتصال الشخصي بين مندوب المبيعات والعميل بغرض اقناعه بالشراء وهو الاسلوب التقليدي الداري السابق للبيع وهو يتميز بالمواجهة المباشرة بين البايع والمشتري وبالتالي يكون تأثيره اكبر على قرار الشراء ثالثا الدعاية والنشر وهي وسيلة مجانية غير شخصية لتقديم السلع والخدمات والافكار للجمهور بواسطة جهة معلومة وتتخذ الدعاية اشكال عديدة مثل الخبر الصحفي في جريدة او مقالة مطولة عن مشروع في مجلة ناتي الى تنشيط المبيعات تعد وسائل تنشيط المبيعات متعددة ومختلفة مثل منح الهدايا المجانية والعينات التجريبية والتخفيضات المؤقتة واستخدام المسابقات ذات الجوائز المالية او العينية المختلفة ويمكن استهداف ثلاث شرائح من المجتمع فيما يتعلق بتوجيه هذه الوسائل شريحة المشترين وشريحة الموزعين وشريحة الرجال البيع ويتم تصميم وسائل تنشيط مناسبة لكل شريحة من هذه الشرائح التسويق المباشر يعد التسويق المباشر احد الاساليب التسويقية التي اصبحت تستخدم كاحد الادوات الاستراتيجية في خطط المنشآت اذ يمكن ان يحقق العديد من المميزات التنافسية المستمرة مثل تغيير مستويات اوجه المنافسة وتعميق العلاقة مع العملاء وتجاوز سلبيات قنوات التوزيع ويجاد المعاوقات لدخول المنافسين الجدد والمسامة في توليد الافكار والمنتجات الجديدة ومن ابرز عناصر واساليب التسويق المباشر البريد المباشر والطلب البريدي والاعلان ذو الاستجابة المباشرة والتسويق بالهدف والتسويق الالكتروني وسيظل التطور الهائل في التكنولوجيا يظهر لنا بين فترة واخرى اساليب جديدة للتسويق المباشر بالاضافة الى تلك العنشطة المرتبطة كل منها بعنصر معي من عناصر المزجد التسويقي هناك عنشطة تخدم اكثر من عنصر من هذه العناصر ومنها بحوث التسويق والعنشطة المرتبطة بنظم المعلومات التسويقية ترجمة نانسي قنقر